الحاجات برضو اللي اتقالت كتير انا عايف انت قريب من فتوحة جدا مش قوي لا خبر ابيض انا عايف ان انت من قريب الناس لفتوح هل فتوح لسه عنده مشاكل مع الكباتن بتاع نادي الزمالك واللعابة الكبار في نادي الزمالك هل لسه زعلين منه ولا الامور دي اتحلت طيب اقولك هل حاجة حلوة قوي بالصدفة اقسم بالله الموضوع ده صدفة بحتة انا متعود ان انا ابني بيتمرن او ولادي الاتنين بتمرنه في النادي موليد 2010 و2013 تمام ففي النادي بالصدفة في القطاع تحت وبتفرج على ولادي وهم بيتمرنه دخل علينا شيكبال في القطاع جاي يشوف اتنين مدربين زميله من القطاع وهو متعود شيكبال عشان ابني النادي وتربى في المكان ده بلف في النادي فدخل النادي والاني قاعد دخل سلم علي مالموم عليه حوالي بتاع 200 ولد عاوزين يتصوره فيه نفس الوقت كل الولاد اللي هم في قطاع المدرسة بيتصوروا مع شيكبال فدخل لي شيكبال انا عايزك دقيقتين طبعا دخل سلم وبالأحضان وهزار وضحكوا وسلم على الولاد ولادي وتصور معاهم فدخل له بقا عايزين نقفان وانت دقيقتين قال لي يلا كده فدخل انا اتكلمنا انا اكلمت معاه بقول له ايه موضوع فتوح وانت فعلا مش عايز فتوحي جدد او ما كنتش عايز فتوحي جدد قال لي اقسم بالله فتوحي اخويا الصغير وانا بحبه هو في حد في حد يبقى عنده لعيب زي فتوح في النادي ويخليه يمشي قلتولهم لأيه الكلام اللي بيتقال ده قال لي انا زعلان عليه مش زعلان منه لأ فتوح لعيب كبير يا كابتن طارق وانت عارف وانا عارف لان اخد بالك شيكبالة من رحة لعيب تلكورة اللي هم ما بيتقررهش كتير فعارف فتوح ده ايه فقالتوله طب ايه الموضوع يعني قال لأ كابتن ما فيش حاجة المشكلة ان الناس ما افوروا الموضوع شوي اه انا زعلان من جوايا عليه هو ان ما ينفعش فتوح يتدرع حواليه الكلام والقصص اللي بتحصل دي ان فتوح بيخرج ولا كذا ولا كذا ولا اي حاجة مش كويسة قلتوله طب ما انت ليه جدور انت راجل كابتن النادي اسطورة من اسطير النادي ما تلم منت الليلة دي قال لي والله مش سكت طيب انا هعمل واحد اتنين ثلاثة اربعة واخلي فتوح يكلمك النهاردة بالليل ويعتذرلك لو في حاجة انت من جواك حاس ان انت زعلان منها هو لا لا ده هعتذر نزلت بس بوست صغير على التليفون عندي لقيت فتوح بيكلمني بيقول لها كابتن طرق انت قابلتش كبالة اه قابلتش كبالة طب في ايه ونبتوله حصل واحد اتنين ثلاثة اربعة بيقول لها فتوح اخوها الصغير قال لي طب بعد اذنك افل افل انا اخذ البوست نزل على الانستجرام ستوري بتاعه وقال لك ان اخوتي الكبار وعمل فولو تاني لشكبالة وبعد ما حصل الموقف ده عمله شات مع بعضهم وتكلموا مع بعض والشات اتبعتلي بس عيب طبعا انا نزله ان حقك علي انت اخوية كبير وانا عارف ان انت عمرك ما تزعل مني ده فتوح لشكبالة شكبالة قال له ايه بقى لما قال له كده خلصت قاعدوا هزروا ويتريقوا على حاجة تاني خالص اصلا يعني بقيت بقى يا ما فيش اصلا حوار خالص انت عارف انت بعد القصة دي انت قلتها دي انت قفلت كل حاجة ليه ان لحد مبارح ناس بتكلم نسا مبارح تاني بقولك لحد مبارح شكبالة تبتل بس ده نزل بقلو بتاع عشر تيار شكبالة وفتوح زعليم مع بعض شكبالة مش يرضى يضعب وفتوح في الملعب هنزل لهم بعيب لهم بص انا بحترم نفسي جدا طب وبحترم الناس والخصوصية اللي بينهم بعضيهم بالظبط لدرجة ان انا حتى كنت في قناة الزمالك من فترة قريبة وقلت لهم انتوا بتقولوا ان في مشكلة بين شكبالة وفتوح فاكرين لما حصلت الخناعة بينزيزه والبنيات بينه بين شكبالة ويعنيهم ورمت وبعد كده هزدروا هم وبعد كده هم واخدنها والعالم كله خدها ومش عارف مين خدها يعني يعني قلت لهم شكبالة وفتوح حملوا مع بعض كده ان شاء الله بإذن الله حتفلوا في قارب جون ويدرابوا بعض بالبواني في الملعب